اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الأليم وأنت لعمال معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا ليس نرجو سواك فادرك إلهي تراك قبل الفنى والهلاك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما ملانا ربنا سواك يا حسبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السمع الكريم أنت السمع الكريم فقل وانشع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على الشبيع المنام ضلال نعم الكرام والصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين قلات الله ما لا أد واكيب على أحمد غير من يا أرحم الراحمين حتى أدي السورة باسم الأمايم وهزى سكره أعطى بركائم صلاة الله ما لا أد واكيب على أحمد خير من ركبنا جاهيم هذا حديث سورة باسم الأبائم فهزى سكره أعطى بركائم ألم ترها وقد بدت غصاها وسالت من مدامعها سعايب وما لا أد واكيب وما لا تهل الإيماء قربان وآنات إلى تلك المعاليم والملايب صلاة الله ما لا أد واكيب على أحمد خير من ركبنا جاهيم هذا حديث سورة باسم الأمايم فهزى سكره أعطى بركائم ما دع جذب الزيمام ولا تسوقها فقائن شوقها لا أد واكيب فهم طرابا كما هابت وإلا فإنك بطريق الحب كذب صلاة الله ما لا حتى لا أد واكيب على أحمد خير من ركبنا جاهيم على أدي سورة باسم الحبائم فهزى سكره وأعطى بركائم ماذا هذا العقيق بدوا هذه باب الحين والإلهة والمضارب وتلك الكبة الخضراء فيها نبي نوره يجلو الغياه وقد صح الرئيطة ودنى التلاقي وقد جاء الهنى من كل جهنى صلات الله ما لا حد مواكي على أحمد خيرها راكب الأجائب هذا حديث سورة باسم الحباهي فهذا سكره قف الرقائه عليه من المرهي من كل وقت صلات ما بدى نور الكواكيد تعم الألوال أصحاب تران جميعهم وعيد رده الأطائب صلات الله ما لا حد مواكي على أحمد خيرها راكب الأجائب صلات الله ما لا حد مواكي على أحمد خيرها راكب الأجائب على أحمد خيرها راكب الأجائب محمد طب القلوب ونوائها وعابيات الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أحمد خيرها راكب الأجائب اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب وداوائها وعابيات الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم